بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الإسبوع وبالتأكيد عندنا كل المستجدات وآخر الأخبار الموجودة على الساحة الرياضية وبالتأكيد اليوم عندنا حدث مهم جدا مباراة الأهلي وغزل المحلة ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري العام مباراة مهمة جدا في إطار مباراة الدوري العام سلسة نقاط غالية وثمينة بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية خاصة بعد التعادل مع الزمالك في اللقاء السابق وبالتأكيد الأهلي يسعى إلى الوصول إلى صدارة جدول الدوري في ظل كمان عدد من المباراة الموجلة للفريق خلال الفترة اللي جاية أهمية المباراة بتأتي أن أنت بالتأكيد بتسعى لحصد الثلاث نقاط في الفترة القادمة وتقليل فريق النقاط مع الزمالك وبراميدز وليما لا الوصول إلى المركز الأول بفريق خمس نقاط في حال الفوز في الثلاث المباراة الفترة القادمة حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس وعندنا النهاردة كمان أمور متعلقة بحكام مباريات اليوم سواء مباراة الأهل وغزل المحلة مباراة البنك الأهل والزمالك وكمان مباراة بيراملز اللي هتتلاقي من النهاردة في نفس التوقيت مع مباراة الزمالك أمام الشرقية للدخان تفاصيل كتير في حلقة النهاردة لكن بسرعة نبدأ بسؤال حلقة اليوم مسؤال حلقة النهاردة عايز اعرف كل السادة المشاهدين توقعاتهم ايه لمباراة نتيجة الاهلي وغزل المحلة توقعاتكم ليه المباراة ونتيجة المباراة ومن سيسجل الاهداف شاركوا معنا في الاجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الاخيرة هستعرض اكبر قدر من اراء حضراتكم ومشاركاتكم على سؤال حلقة النهاردة لكن بسرعة نروح لأهم العنوان في تريند الاهلي الفريق يواجه غزل المحلة الليلة في الدول وكمان تغييرات متوقعة على التشكيل بسبب الاصابات وفي التريند العالمي بايرن ميونيخ يعلن ضم معنية لمدة ثلاث سنوات استعرض مباراة اليوم النهاردة زي ما ما قلت من شوية النهاردة فيه ثلاث مباراة في الدولي العام مباراة مهمة جدا هتفرق فيه شكل المراكز السلاسة الأولى طبعا بغض النظر عن عدد المباراة بالنسبة لي الفرع الثلاثة سواء الاهلي أو الزمالك أو بيرابيتس طيب الساعة سبعة يعني بعد أقل من ساعتين بإذن الله فيه مباراتين في توقيت واحد البنك الأهلي يستضيف اللازمالك على استاد المؤولين العرب وإستر نيكامباني يستضيف في بيراميدس الساعة السابعة أيضا في الصهرة الساعة التسعة ونص من مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام النادي الأهلي يستضيف في غزل المحلة بالتأكيد مباراة مهمة وزي ما قلت لحضراتكم آه الأهلي لاعب عدد مباراة أقل لكن النهاردة الفوز والسلاس نقاط وترتيب جدول الدولي ممكن يتغير بناء على نتائج هذه المباراة السلاس أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا عن الأطقم التحكمية اللي تم اختيارها من قبل لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح وكمان هنتكلم في بعض التفاصيل المهمة جدا عن إيه هي الطريقة اللي بيتمي بيها اختيار الحكام للمباراة في الفترة الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند طبعا أنا بشكر كل الناس على تفاولها بالأمس معانا على الكلام اللي قلناه بالتأكيد على لجنة الحكام والفترة الأخيرة ودور عصام عبد الفتاح في لجنة الحكام والكلام اللي تقال والتصريحات اللي تقالت الفترة الأخيرة واللي بالتأكيد يعني مفيش حد في الوسط الرياضي راضي عنها أي حد بيفهم يعني إيه إدارة وأي حد بيفهم يعني إيه قورة مش هيرضع عن التصريحات اللي تقالت من رئيس اللجنة الحالي الكابتن عصام عبد الفتاح ولما طلعنا مبارح واتكلمنا طلعت واتكلمت بتواريخ واتكلمت على مواقف وما قلتش حاجة غلط يعني قلت سنة 2013 لما كابتن عصان تولى رئاسة اللجنة فيه خلال وجوده كعضو مجلس دورة مع الأستاذ جمال علام ما كانش وقتها لسه خد أي كرسات في الكاف ولا كان لسه محاضر إفريقي ولا محاضر دولي وهو نفسه ما قادرش يطلع يرد ويقول كلام عكس ده لأن دي معلومات ثابتة وتواريخ معروفة والناس كلها عارفاها إمتى خد الكرسات وإمتى بقى محاضر إفريقي ومحاضر دولي ودخل لجنة الحكام في الكاف فساعتها إزاي طيب أنا برضو لما باهتم بملف ما بحبش اهتم بيه في حلقة وخلاص لا لازم اكمل فيه النهاردة فيه 3 أطقم تحكمية هتدير مباريات اليوم في الدوري وطبعا النهاردة الاهتمام هيكون بالحكام أكتر ليه؟ لأن كلنا شفنا الأداء المميز جدا للحكم الأسباني الأدار مباراة الأهل والزمالك ورغم أن الكابتن عصام حاول يطلع ويقول أن الحكم ما كانش على المستوى الحكم كان ضعيف ادد له درجة 7 من 10 وكان فيه ركلة جزاء الكل بلا استثناء قال مش ركلة جزاء والكل عارف الكابتن عصام قال لي ركلة جزاء لدرجة حتى أن يعني اللي ما بيشجعوش الأهل كمان قالوا لو الحكم مصري كان الكابتن عصام طلع دافع عن الحكم وقال قرار الحكم سليميا فعلا مش ركلة جزاء فعلا عصي الرؤية بقت واضحة وبينة لي الجميع لكن على النهاردة كان عندي تركيز على فكرة أسماء الحكام التلاتة اللي هيكونوا موجودين في الدوري طيب نبدأ مع بعض بحكام مباراة الأهل وغزل المحل عشان النهاردة فيه تفصيلة كده مهمة جدا تعرفنا كابتن عصام بيدير الملف ده ازاي لأن الملف ده ملف خطير جدا الربطة بتعمل شغل كبير جدا والربطة بتعمل شغل ممتاز جدا والتحاد الكورة أنا ما بقيتش فاهمه وليه مش قادر يتعامل مع لجنة الحكام وياخد قرارات مهمة مع اللجنة في الفترة الحالية لكن نبدأ مع بعض ونشوف حكام النهاردة مباراة الأهل وغزل المحلة الساعة تسعة ونص على استاد الأهل وي السلام حكم الساحة مش حكم دولي هو الكابتن عبدالعزيز السيد نتمنى له التوفيق ان شاء الله الحكم المساعد أحمد حسام الحكم المساعد الثاني شريف عبدالله الحكم الرابع عمر عيد وحكم تقنية الفتجو الكابتن أحمد الغندور الحكم الدولي نتمنى ان يكون موفق النهاردة ويكون فيه تركيز على اللقطات المهمة جدا فيه تقنية الفتجو وما يكونش كمان الفتجو النهاردة ليه تأثير سلبي على ده الحكم الدرجة الأولى الكابتن عبدالعزيز السيد مساعد حكم فيتجو الكابتن محمد عبدالحافظ طيب انت مش عايز تكبح حكم دوليين للأهل في الملعب ماشي ساعات بتعدي والأهل بيكسب وما بيكونش فيه أخطاط أحكمية وساعات بتحصل كوارث سواء من في الملعب أو من الفار طيب نروح بقى ليه مباراة البنك الأهلي ويه الزمالك المباراة تلاقي بالساعة سبعة على استاد المولين العرب وهيدرها الحكم الدولي رقم واحد في مصر كابتن محمود البنة هو الحكم الساحة ومعا مساعد أول حكم دولي أيضا ورايح كاس عالم محمود أبو الرجال شوف الاهتمام بقى إزاي البنة أبو الرجال مع بعض مرة واحدة الحكم المساعد الثاني هاني خيري الحكم الرابع محمود وفا حكم الفيديو محمود باسيوني وحكم مساعد فيديو محمد الشناوي طيب نركز مع الكابتن محمود باسيوني عشان وأنا بحضر للحلقة اكتشفت حاجة غريبة مع الحكم لما اتقرر في مباراة والتانية بنقول ماشي ممكن تعدي لكن لما تتقرر في آخر ثلاث مطشاط لا ما تعديش خاصة لما نسأل بقى ونعرف ايه موضوع حكام اسكندرية ليه دايما بتتقرر حكام اسكندرية على فكرة الكابتن محمود باسيوني أنا بشيت به جدا حكم ممتاز حكم محترم حكم من الحكام اللي انت فعلا تقول عليه من الحكام النظيفة أنا سألت واستفسرت عن التفاصيل المهمة باختيار الحكام الكل بلا استثناء أشاد بالحكم محمود باسيوني ولكن أنا بتكلم بقى على الطريقة اللي بيتم بها اختيار الحكام طيب الكابتن محمود باسيوني النهاردة حكم تقنية فيتجي في مباراة البنك الاهلي والزمالك طيب اخر مباراة للزمالك بخلاف مباراة القمة مع الاهلي كانت مباراة الداخلية في كأس مصر دوري الاتنين وثلاثين اتلعبت يوم تلتاشر ستة قدامكم على الشاشة حضراتكم الحكم الساحة كابتن محمود باسيوني يعني هو كان حكم ساحة في ماتش الكأس للزمالك والداخلية وتاني ماتش على طول بعد القمة لان القمة كان حكام اجانب وكان لو ما كانش حكام اجانب كان ممكن يجب محمود باسيوني برضو يعني جاب النهاردة محمود باسيوني حكم فار طيب نرجع قبل الزمالك والداخلية قبل التوقف الدولي كانت فيه مباراة الزمالك والاسماعيلي كانت يوم تمانية وعشرين خمسة هو محمود باسيوني كان موجود ولا مش موجود يا جماعة قدام الحكام على الشاشة ده موجود فار يعني ماتش الزمالك والاسماعيلي كان موجود حكم تقنية الفيتجو حكم فار مع الحكم الدولي الكابتن إبراهيم يوريدين يعني كابتن محمود باسيوني حكم فيتجو في مباراة الزمالك والإسماعيلي حكم ساحة في مباراة الزمالك والداخلية حكم فيتجو في مباراة البنك الأهلي والزمالك هو ايه مدى الاهتمام يا كابتن عصانب بحكام اسكندرية ما أخدوا بالكم الحكام برضو بيبقوا عبارة عن حكام من مناطق في حكم منطقة القاهرة في حكم منطقة اسكندرية في حكم منطقة شمال سيناء بتبقى مناطق لكن في النهاية كل المناطق دي بتخضع لإدارة لجنة الحكام بس ايه مدى الاهتمام بحكام اسكندرية الفترة الأخيرة يا كابتن عصانب أنا سألت الفترة أو في الساعات الأخيرة اكتشفت كذا حاجة أول حاجة الكابتن عصان بنفسه لما عمل القائمة الدولية طلع منها محمود باسيوني اللي هو بيدينه المنشط دي ما انت بتطلعه من القائمة الدولية يبقى أكيد مش حكم كفر أو أكيد مستوى الفني مش كويس ما انت لما تطلع حكم من القائمة الدولية ما لهاش مبرر تاني إلا لما يكون مثلا مش جيد في اللغة الإنجليزية نفترض يعني ما هي دي الأسباب اللي ممكن تطلع بها حكم يا إما المستوى الفني يا إما الحالة البدنية يا إما إيجادة اللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية أعتقد يعني اللجنة ما بتهتمش بيها لأن فيه أعضاء في اللجنة أصلا بروفش الكلمة إنجليزية طيب طلعتوا من القائمة الدولية ليه الفترة الأخيرة فيه اهتمام بالكابتن محمود باسيوني وموجود دايما فيه المباراة الأخيرة وديه مطشات قدامكم على شاشة شفتوا التواريخ بالمطشات بالموعيد ما جبتش حاجة من عندي ده موجود على صفحة اتحاد الكرة اللي موجودة على الفيسبوك أنا سألت لقيت إن فيه اهتمام من الكابتن عصام تحديدا بحكام منطقة اسكندرية الفترة الأخيرة وإذن المفاجأة النهاردة كمان وأنا بندور في أسماء الحكام في المطشات لقيت مطش إستر نيكامبني النهاردة مع بيرامدز الساعة سبعة قدامكم على الشاشة هتطلع قائمة الحكام لقيت حكم الساعة النهاردة الكابتن صبحي العمراوي كابتن صبحي العمراوي منين يا جماعة منطقة اسكندرية برضو؟ آه منطقة اسكندرية برضو طب إيه الأسباب؟ اكتشفت ودي بقى من مصادري داخل اللجنة ومن داخل الاتحاد إن الحج عامر حسين عنده توجه إن إحنا لو نغير لجنة الحكام نجيب الكابتن جمال الغندور فيبدو إن المعلومات دي وصلت لي لجنة الحكام فابتدى يكون فيه اهتمام من اللجنة بحكام اسكندرية ندي المحمود باسيوني كذا مباراة ندي صبحي العمراوي أنا عايز أليكوا لحاجة تانية أو مش محمود باسيوني بس ده كمان في مطش الزمالك والداخلية اتطاقموا كله من اسكندرية محمود باسيوني حكم ساحة وقال شعبان مساعد أول من اسكندرية خالد السيد مساعد تاني من اسكندرية إيه الأسباب يا كابتن عصام هو لو حد ليه وجهة نظر إنه عايز يجيب الكابتن جمال الغندور والحج عامر حسين عنده خبرات كبيرة وأكيد وعارف الكواليس ضمكوا على شاشة هو محمود باسيوني وقال شعبان خالد السيد التلاتة من اسكندرية ما انت نفسك استبعدت باسيوني من القائمة الدولية وقلت المستوى الفني ودخل مكانه أو كمل مكانه الكابتن محمد معروف لو الحج عامر حسين بيميل دايما ليه وجود الكابتن جمال الغندور هي وجهة نظره ورأيه والكابتن جمال الغندور يعني مش محتاج حد أصلا إنه يتوسط أو يقول إن الكابتن جمال يرجع كرئيس لجنة كابتن جمال اسم كبير جدا والحج عامر اسم كبير جدا في مجال الكورة لكن أنت كرئيس لجنة ليه بتضع هذه الاعتبارات وانت بتختار أسماء الحكام ليه بتحط التفاصيل دي في دماغك وانت بتشتغل وبتدير اللجنة ما بالطريقة اللي انت بتشتغل بها دي يبقى انت لا بتفكر في المستوى الفني ولا بتفكر في الجاهزية البدنية ولا بتفكر في مدى استعداد الحكم للمباراة انت بتختار بناء على معلومات مين عايز يجيب مين طب أبعاد الاختيار ده هيماشيني ولا هيخليني طب أجيب حكام اسكندرية فيبقى الحج عامر مثلا راضي عني إيه القصة ما نعايز أفهم إيه القصة إيه الفكرة إن تحط نفسك في الموضع ده إن احنا النهاردة ندور على اسماء الحكام في الفترة اللي أخيرا نلاقي محمود باسيوني متقرر لفرقة آخر ثلاث ماتشاط متتالية مرة فار مرة ساحة مرة فار هو حكم دولي لا ما كانش دولي أو مش دولي طب ليه مش دولي هو كان دولي وكابتن عسام طلعه الله مهلا وكابتن عسام كان هو برا ودخله قائمة دولية فالرجل بيدينه ماتشاط إنه شايفه حكم كف حكم كويس لكن ده إنت شيلته من القائمة الدولية تيدينه ماتشاط كتير إزاي يعني ركب لي دي على دي عايز أفهمها يعني حكم إنت شيلته من القائمة الدولية وبتيدينه النهاردة أو الفترة الأخيرة في آخر شهر ثلاث أربعة ماتشاط لفرقة واحدة ما ده معناه إن انت بتصق في هذا الحكم بس الجملتين مش ركبين مع بعض إزاي بتصق وإزاي بتستبعد وليه التركيزة لحكم اسكندريا الفترة الأخيرة ده على فكرة أنا بس لولا دي الوقت دورت في آخر إسبوعين ثلاثة أنا لو دورت في آخر شهرين ده أنا هكتشف تفاصيل كتير والكلام بيجي للوحدة على فكرة يعني الحمد لله أعضاف اللجنة حاليا وأعضاف اللجنة سابقا وحكام دوليين حاليا الكل بلاستسناء عارف التفاصيل دي طيب دي جزئية طيب نروح لحاجة تانية بقى مهمة جدا ماتش الأهل وبيراميدز في كأس مصر في حكام أجانب وده مش وجهة نظر اللجنة الحالية برئاسة عصام عبد الفتاح على فكرة يعني الأهل لما طلب حكام أجانب سدد الفلوس دي لمباراة الأهل والزمالك ومباراة الأهل وبيراميدز بعد الكلام كابتن عصام على الحاكم الأسباني أنا إيه اللي يضمنني إن الكابتن عصام هيجيب حاكم دولي كبير في ماتش الأهل وبيراميدز ده بالعكس ده بعد الكلام اللي قاله ده ممكن يجيب حاكم لسه داخل القائمة الدولية من برح الصبح عشان يعمل أخطاف يقول لك شفتوا بقى وجهة نظري اللي هو حاب يقولها في ماتش الأهل والزمالك بس الكل تصدى ليه رغم إنه هو حاول كمان يكلم حكام أو خبراء حكام يعني في السجدات التحليلية عشان يغيروا وجهة نظره فيه اللي غيره فيه اللي ما غيرش عشان يثبت إن برضو لما جي حاكم أجنبي أنا منظومتي صح أنا شغال صح أنا أقول لي اطماني في ماتش الأهل والبيرامدز نفس العقلية اللي بتفكر بالشكل ده يجيب لي حاكم بنفس المستوى أو يجيب حاكم يثبت إنه وجهة نظره هو صح لازم يجي حاكم كبير ولازم يجي حاكم خبر عن الحاكم اللي يجي في ماتش الأهل والزمالك ولازم يجي حاكم من الدوريات القبرى أو حاكم كان بيدير نهاية دورة بطال أوروبا الأخيرة بيدير اليورو الأخير حاكم مرشح كاس عالم لو مش هيبقى موجود في المعسكر ييجي مش هنسمح إن الكابتن عصام يثبت لنا إنه وجهة نظره صح والحكام الأوروبيين أقل من مستوى التحكيم في مصر مش هنسمح بده بمناسبة الأربعين ألف دولار برضو اللي الكابتن عصام تكلم عليها وقال أي طاقم تحكيم ييجي لازم إنه يسدد أربعين ألف دولار هو كانت خمسة وعشرين وباعت أربعين الكلام اللي هقوله ده والله العظيم يتقال لي من أعضاء في لجنة الحكام هل يا جماعة المبلغ اللي أربعين ألف دولار بتصرفون بالفعل على الطاقم بالكامل يعني هل الطاقم اللي بييجي معاه أدوات الفار قال لك لا الفار في مصر هما بيجي بيشتغلوا على أدوات اللي في مصر ممكن ييجي بالسماعات اللي معاه ما فيش مشكلة لكن الحكم بيجي على التقنية اللي موجودة طب الحكم بيتكلف كام اتقل مثلا لو الحكم جيه تلات أيام قبل المباراة بيوم ويوم المباراة وتاني يوم بياخد مثلا 500 دولار في بوكت ماني في اليوم فبنتكلم في 1500 دولار للحكم الواحد جیبنا 6 حكام 6 في 1500 هيعمل حوالي 9000 أو 10000 دولار طب ده بدلات الحكام تذكر الطيران لو التسكرة للحكم الفارد الواحد تخش لها مثلا في 20 ألف جنيه من القاهرة إلى أسبانيا أو من أسبانيا إلى القاهرة طيب 20 في 6 120 ألف جنيه يعني تذكر الطيران ممكن تكلف 150 ألف جنيه 150 ألف جنيه يعني كم؟ يعني عموا أقول 10 ألف دولار كمان يعني 10 ألف بدلات و10 ألف تذاكر طيران قادي 20 ألف دولار أنا بقول لكم أرقامة قلت لي من ناس خبرة جوه اللجنة طب التناقلات الداخلية جوه مصر أكيد بتتعامل مع شركة سياحة في عربيات في حاجات أكيد يعني موجودة مع الحكام ممكن تتكلف كم؟ 5 ألف جنيه 10 ألف جنيه في 3 أيام 20 ألف جنيه يعني بنتكلم كم؟ كل ده احنا ما وصلناش لسه إلى 25 ألف دولار هتيجي تقول لي أصلي فيه مرافق للحكام ده مصري مش محتاج تصرفه من الـ 40 ألف أصلي فيه مرائب حكام ما هو بيتعين في كل مطشط الدوري مرائب حكام مش هتصرفه من الـ 40 ألف فيه مرائب مباراة أكيد مش هتصرفه من الـ 40 ألف فهي النسريات أو الحزبة اللي تتحسب هتبقى في الإطار ده بدلات الحكام تذاكر الطيران التناقلات الداخلية الرقم توتل ما يوصلش أو ما يتخطاش قيمة الـ 25 ألف دولار الـ 15 ألف دولار تانية بتتصرف على إيه جوه لجنة الحكام وليل أندية تدفع فلوس زيادة عشان اللجنة عايزة تسدد حاجات تانية جوه اللجنة أنا أتمنى أن يدارة الاتحاد أو المدير المالي أو اللجنة اللي تستلم الرقم ده كعهداء 40 ألف دولار تطلع لنا تقول لنا الرقم ده اتصرف في إيه تذاكر الطيران كام؟ بدلات الحكام كام؟ التناقلات الداخلية كام؟ وصلت إلى 40 ألف دولار يا سيدي أهلا وسهلا ما وصلتش يبقى لازم نتكلم بقى في القيمة الحقيقية لأن الأندية أساسا مش مستحملة تدفع أرقام كبيرة زي دي دي نقطة كاتم مهمة جدا نتكلم فيها عشان الفترة الجاية اسم الحكم اللي يجي لازم يكون خبير أو حكم أجنابي مميز جدا والفلوس اللي تتاخد من الأندية لازم تكون فلوس بالفعل تتصرف على الأطقم التحكمية ما تكونش فلوس فيها تفاصيل تانية لأن الأندية مش مستحملة تدفع أرقام إما أنت عايز تعجز الأندية عن الصرف في الفترة القادمة عشان ما تطلبش حكام أجانب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف كيف يستعد الأهل وما هي أخبار الأهل حاليا في فندو الأقامة قبل التحرك إلى أستاذ الأهل والسلام لموجهة غزل الأهل أعلم بحضراتكم من جديد طيب مباراة الأهل وغزل المحلة النهاردة يمكن المباراة فيها تفاصيل كتير جدا لأن قيمة الفريق والغيابات يعني فيها إصابات وغيابات عديدة يعني لو بتكلم عن الغيابات عندنا أحمد عبدالقادر علي معلول حمد فتحي حسين الشحات أيمن أشرف علي لطفي أسماء مميزة وغيبة في هذه المباراة وبالتالي الجهاز الفني عنده يعني اختيارات محدودة في مباراة المحلة النهاردة لو ألق الدق مثلا على قيمة الفريق كابتن سمي أمصان أعلم بالأمس القيمة اللي هياخد بيها مباراة المحلة واللي دخل بيها معسكر مغلق بالأمس في حراسة المرمى محمد الشنا ومصطفى شبير حمز علاء وبيستمر غياب علي لطفي خط الدفاع محمود متولي رمي ربيع ياسر إبراهيم محمد أشرف بدر بنون محمود وحيد كريم فؤاد محمد هاني خط الوسط بيعود أحمد نبيل كوكا السلية أفشة زيادة طارق طاهر محمد طاهر وليد سليمان بيرسيتاو وفي خط الهجوم صلاح محسن حسام حسن محمد شريف واضح جدا من القيمة إن احنا عندنا غيابات كتير جدا لكن كل التفاصيل الخاصة بقى بمعسكر الأهلي والكابتن سامي بالتأكيد عنده خيارات واستعام بعدد من لعب قطاع ناشئين سواء زيادة طارق سواء محمد أشرف أحمد نبيل كوكا كل دي خيارات بالتأكيد بسبب الغيابات المؤسرة في الفريق الأساسي في مباراة اليوم لذلك أذهب مباشرة إلى مقر إقامة فريق النادي الأهلي عشان نعرف من زمننا كريم أحمد مفد قناة الأهلي إيه آخر أخبار الفريق في المعسكر كيف يستعد الأهلي لمباراة المحلة مباراة صعبة جدا بالتأكيد خاصة بعد التعادل مع الزمالك وما فيش مساحة لفقدان أي نقاط في الفترة اللي جاية مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك للزميل العزيز محمد سعيد طبعا تحياتي لك في البداية وتحياتي لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي آخر الأخبار عندك وكيف استعد الجهاز الفني لهذه المباراة وكيف تعامل الكابتن سامي أمصان مع هذه القايمة في الظل الغيابات اللي عرضتها دلوقتي يعني أقدر أقول لك الحقيقة محمد تحدي صعب جدا للنهاردة وظرف قوي جدا على فريق النادي الأهلي في ظل الغيابات والتلاح ومضغط الكبير جدا لها المباراة يعني يا رب كون في العون النهاردة للجهاز الفني بالكمل وتحديدا الكابتن سامي أمصان ولكابتن محمد شرف طبعا لأن السكوات طبعا المتواجد معنا أو المجموعة المتواجدة معنا مجموعة يمكن أكيد في بعض العناصر ممكن تكون متواجدة في مكان غير مكان لأن انت بتحاول تحل بعض الأمور يعني نهاردة ممكن نشوف بعض التوظيف لبعض اللعيبة في أماكن مختلفة لأن انت عايز يكون فيه الأداء يكون جايك جدا والنتيجة تكون إيجابية بثلاث نقاط وفي نفس الوقت يكون عندك ديكة بودلاء تقدر أن انت تستعين بيها بعض العناصر في المباراة فيمكن يعني ان شاء الله نهاردة يا رب يكون كابتن سامي موفق في الاختيار الحداشر اللي يكون متواجدين ديكة البودلاء كمان يا رب يكون موفق فيه مباراة الموسم الماضي لو انت ذكر محمد انتهى بنتيجة 3-2 وكانت سيناريو كلنا طبعا شاهدناه هدف أخير العلي معلول من ضربة حرة خارج الـ 18 فيمكن معروف عن هذه المباراة يكون فيها تحدي كبير جدا ويكون فيها التحامات ويكون فيها جاري كبير فيارب ان شاء الله يكون الكل موفق والكل جاهز لهذه المباراة لكن لو برجع معك كالعادة طبعا والجهاز الفني الكابتن سامي أمصان القام بعمال المدير الفني اللي استعد بشكل أكيد جيد في ظل هذا التوقيت وفي ظل الضغط الكبير محاضرات فيديو كانت في خلال 48 ساعة الماضية أكد على أهمية المباراة يعني كل المباراة محمد هي مباراة كؤوس خلال المرحلة القادمة مش يعني سمح لأي فقدان نقاط تحت أي بند حتى لو عندنا غيابات حتى لو عندنا إصابات لابد يكون فيه شخصية كبيرة جدا لكل اللاعبين أي 11 لابد يكون عندهم روح الفنيل الحمر وشخصية النادي الأهلي نحسم المباراة داخلنا يكون جيد كل الأمور دي تكلم فيها اللاعبين الكبار تكلم فيها اللاعبة بالكامل عاقب الفطار كل اللاعبة كانت مجتمعة طبعا بتتكلم على هذا الأمر الكابتن وليد سليمان ربيعة شناو الكل النهاردة ممكن باللحظات كان مجتمع بيأكد على هذه المرحلة وتحديدا على هذه المباراة فيارب الظروف كلها محمد تكون معنا ويمكن كمان زيارة الكابتن محمود الخطيب بأمس فيه أقل تدريبات ممكن هو ما اكتمعش مع اللاعبين لكن الرسالة بيكون واضحة جدا لكل اللاعبين مردودها بيكون قوي جدا وباني الحقيقة فيه لتدريب الأخير تدريب الأمس اللي كان على ملعب بمختار التيتش فيه حماس فيه جدية فيه رغبة كبيرة جدا أن النادي الأهلي يستعيد سلسلة الانتصارات من جديد مش معنى طبعا أن كان فيه تعادل في المباراة الأخيرة خلاص المباراة بتغلق بكل ما فيها بنقاطها بظروفها بكل حاجة لابد يكون فيه تركيز كبير جدا خلال المرحلة القادمة وده اللي ان شاء الله بإذن الله أماننا كبير جدا النهاردة في اللعيبة في جمهورنا النهاردة يكون سند وداعم كعادته طبعا جمهوري للنادي الأهلي فالنهاردة يا رب يكون محمد كل الظروف معنا عايز كمان أطمنك وطمن كل جمهورنا على اليوم النهاردة الخاص بفريقة للنادي الأهلي كقدر أقولك المحاضرة الأخيرة هتكون في فندو لقامة سبعة لعشر نهاردة يكون محاضرة أخيرة الكابتن سامي أصام مع اللاعبين الواقع الرتوش الأخيرة التشكيل كل الأمور الخاصة طبعا بمباراة اليوم وسبعة ونصف يتحرك النادي الأهلي إلى استهدى الأهلي والسلام إلى استهدى المباراة اليوم الأهلي والمحلة فيه تمام التساعة والنصف يا رب محمد كل الظروف تكون معنا ونقدر أن احنا نحصل على ثلاث تقاط سيساعدونا بشكل كبير جدا في المنافسة ومنها ان شاء الله في المباراة القادمة طيب كريم انت كنت مهود مبارح في التدريب الأساسي وتابعة التدريبات بدون الدخول في التفاصيل الفنية أنا عارف طبعا لكن هل ممكن يحدث تغيير في التشكيل الأساسي بالموقعنا بلقاء الزمالك في ظل كمان الغيابات اللي موجودة بالتأكيدة محمد يعني بالتأكيدة محمد طبعا انت الظروف المتاحة بالفريق لابد يكون في تغييرات ويمكن أنا كنت بقولك أنه ممكن تشوف كمان بعض اللعيبة بتشغل أماكن غير أماكنها لأن انت محتاج كل اللعيبة ومحتاج دكت بودلها تكون فريقة ويكون لها نقطة اختلاف بشكل كبير جدا فيعني من اللي احنا شايفينه ومن المجموعة ومن القايمة ومن كل الأمور دي لا يعني ممكن نشوف بعض اللعيبة ما بتشاركش بتشارك ممكن نشوف بعض اللعيبة مش في مكان في مكانها مش عايزين نقول أسماء طبعا لأن انت عارف الكل بيتابع قناة الأهلي وكل بيتابع الأخبار الخاصة بفريقة لنادي الأهلي سواء تشكيل متوقع أو بعض اللعيبة منها يشارك لكن بأكد لك الحماس موجود والجدية موجودة واللعيبة متحملة بشكل كبير جدا ان هذا الظرف اللي احنا متوجدين فيه 48 ساعة محمد ثم مباراة 48 ساعة تدريبات ثم مباراة أمر صعب جدا الحقيقة على عيبة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني لكن هو ده القدر وهو ده المتاح وهي دي الظروف اللي احنا متوجدين فيها فلابد الكل يكون على قلب بالرجل الوحيد كالعادة سقطنا كبيرة جدا في المخلص الحقيقة كابتن سامي أمصان يا رب ان شاء الله يوفقه النهاردة يوفق كل اللاعبين وبالحماس وبالشخصية الكبيرة المعروفة على العيبة النادي الأهلي هي مباراة شخصية لعبين النهاردة دور الجهاز الفني معروف بيبزل كل ما يملك من قوة لكن النهاردة الدور أكبر لكل العيبة النادي الأهلي الدور أكبر لكل جمهور النادي الأهلي يا رب ان شاء الله محمد المناخ والظروف طاقم التحكيم يكون موفق النهاردة كمان النادي الأهلي بيطالب حقه فقط لغير فيارب إن شاء الله محمد تكون مباراة جيدة جدا لفريق النادي الأهلي أدانه نتيجة إن شاء الله بإذن الله الزميل عزيزة كريم أحمد موفد قناة الأهلي شكرا على كل هذه التفاصيل والمتابعة والأخبار من داخل معسكر فريق النادي الأهلي قبل التحرك للملعب الأهلي والسلام مباراة النهاردة مع غزل المحلة الساعة 9 ونص إن شاء الله مباراة مهمة جدا في الدوري العام أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف تريند الأهلي والسوشيال ميدي ركزت على إيه خلال الساعات الأخيرة أعلم بحضركم من جديد وفقر تريند الأهلي تريند الأهلي النهاردة هنركز ونشوف السوشيال ميدي ركزت على إيه وكمان الصفحات الرياضية اهتمت بخصوص إيه في النادي الأهلي في الساعات الأخيرة خاصة والنهاردة عندنا مباراة كبيرة مع غزل المحلة في الدوري العام أول حاجة الحساب الرسمي يلا كورة على تويتر كتبوا ثلاث تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة كنت لسه بتكلم مع كريم أحمد من شوية وبسرع على التغييرات المتوقعة وفي ظل الغيابات أكيد هيكون فيه أكتر من تغيير في التشكيل الأساسية بالمقارنة بلقاء الزمالك الأخير لكن يلا كورة بيقول النهاردة الأهلي كتشكيل متوقع يعني مش رسمي محمد الشناو في حراسة المرمى محمد هاني زهير أيمن محمود وحيد زهير أيصر ما كان علي معلول المصاب رامي ربيعة وياسر إبراهيم اتنين مساكين السلية وأحمد نبيل كوكا كوكا النهاردة هيكون موجود مكان حمد فتحي ولسه ديانجي كمان غايب مش موجود برستاو موجود أفشا موجود طاهر محمد طاهر هيكون بديل لأحمد عبدالقادر وكمان محمد شريف رأس حاربا يعني ثلاث تغييرات محمود وحيد مكان معلول نبيل كوكا مكان حمد فتحي وطاهر محمد طاهر موجود مكان أحمد عبدالقادر طيب نروح لحساب كورا بلس وحساب كورا بلس بيقول أن التشكيل أهل المتوقع أمام غزل المحلة صلاح محصن ومحمد شريف في الهجوم فهم شايفين أن صلاح محصن هيكون هو التعديلة اللي هتبقى موجودة في الخط الهجومي بالمقارنة اللي كتبته يلا كورا يلا كورا إلا هيكون طاهر الموجود لكن كورا بلس بيقول لا صلاح محصن هو اللي هيكون موجود مكان طاهر لكن التشكيل المتوقع برضو الشناوي محمود وحيد لا جدال في ظل الغياب معلول ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني كوكا بالتأكيد مكان حمد فتحي السلية أفشا تاو الشريف وصلاح محصن يعني أكيد هيشارك كوكا مكان حمدي وأكيد هيشارك محمود وحيد مكان علي معلول لكن التغيير بقى هل صلاح محصن هو لا يكون موجود مكان عبدالقادر ولا طاهر هو لا يكون موجود مكان أحمد عبدالقادر هي توقعات السوشيال ميديا سواء الصفحة الرسمية لكورة بلاس أو الصفحة الرسمية ليلا كورة لكن الحساب الرسمي للمصر الرياضي النهاردة كان بيكلم في إطار تاني مختلف بيكلم على أن في رسائل مهمة من الكابتن سامي أمصان المدير الفني المؤقت للفريق للاعبي الأهلي قبل مباراة المحلة عقد معهم جلسة خاصة وطالبهم بضرورة غلق ملف القمة والتركيز في مباراة المحلة خاصة أنها من المباراة الصعبة اللي هتواجه الفريق خلال الفترة اللي جاية كابتن سامي كمان شدد في تصرحات صحفية على ضرورة علاج السلبيات قبل مباراة المحلة واللي ظهرت بشكل كبير في لقاء القمة واتكلم الكابتن سامي مع اللعيبة على مشكلة إهدار الفرص في إهدار فرص كتير في الفترة الأخيرة فبالتالي مهم جدا استغلال الفرص اللي بتجيلك وعدم تقرار الأخطاء الفردية اللي موجودة في خط الدفاع والانسجام اللي موجود كمان في خط الوسط لازم يكون أفضل من كده في الفترة القادمة حساب اليوم السابع نهاردة كان بيتكلم على أمر تاني مختلف وهو يتعلق به محمود كهربا قالوا أن فيه قرار هام من كهربا بشأن العروض المحلية والخارجية بعد توصية الأهل صفحة رسمية اليوم السابع بيقولوا أن كهربا أغلق العروض التي وصلت له خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية بعدما زادت فرص عودته للأهل في مريكاتو الصيف المقبل على خلفية توصية لجنة التخطيط للقرب الأهل اللي أوصت بعودة اللعب ده كلام على عهضة اليوم السابع هل لجنة التخطيط اجتمعت وأوسط بالمصب المقبل من يستمر ومن يخرج للأعارة ومن يعود من الأعارة ويكمل في الأهل أعتقد لسه بدري أوه على الكلام ده فظل اللي أنت بتشتغل على التعاقد مع مدير فني عشان تخطط ليه الفترة اللي جاي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند هنروح للترند المحلي ونشوف إيه اللي مكتوب بخصوص الشأن المحلي في الساعات الأخيرة حساب المصر الرياضي بيتكلم على أن اتحاد الكرة بيشكل لجنة مدربين مع المدير الفني الأجنبي الجديد والكلام هنا أن اتحاد الكرة استقرأ على تشكيل لجنة فنية من بعض المدربين أصحاب الخبرة المصريين ليكونوا أعضاء اللجنة الفنية التي سيكون على رأسها المدير الفني الجديد للتحاد الكرة يعني هيبقى فيه مدير فني أجنبي لاتحاد القرى ومعه مدربين مصريين من أصحاب الخبرة عشان يكونوا موجودين في اللجنة الفنية المنصب المدير الفني الجديد لاتحاد القرى هيكون طبعا خلفا لنيولو فينجادا وكمان لسه بيشوفوا مين هو المدير الفني القادم للمنتخب الأول هل هيرجع كارلوس ساكيروش ولا فيه أسامي تانية ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاي طيب نروح ليه حساب يلا قرى بيقولوا ان اتحاد القرى يوجد اتجاه لديه للتعاقد مع مدرب صاحب فكر هجومي وفي نفس الوقت يجيد الدفاع أمام الفرق الكبيرة تصريح غريب جدا بس أنا يعني طبعا هو هنا على حساب يلا قرى مش مكتوب من اللي صرح بس التصريح ده أنا حسنا شفته أولا سمعته قبل كده فيلم 4-2-4 فاكرين الفيلم الشهير يوني الشلبي والراحل يوني الشلبي والراحل سامير غنم لما كان بيتكلم على طريقة اختيار المدرب الأجنبي لأيقود المنتخب أو بأيقود النادي يعني ايه مدرب صاحب فكر هجومي وفي نفس الوقت يجيد الدفاع أمام الفرق الكبيرة يعني أنا ما شفتش ده في الكرة قبل كده ولا سمعته حتى من مدربين قبل كده أتمنى يا أتمنى والله يكون فيه اختيار جيد لكن لو التصريح ده بجد رسمي من مسؤول في اتحاد الكرة أنا أحط يدي على قلبه وقول ربنا يسر على المدرب اللي جاي الله على ما يبقى أمين لأن التفكير بصراحة كده بعيد عن الكورة مالاش لقب الكورة خالص بصراحة يعني طيب نروح للترند العالمي ونروح بقى للكلام اللي بيدي كده بهجة محمد صلاح تريزيجي أحمد حجازي العيبة المحترفة اللي ابتلع في الدوريات الخارجية وحساب ميرور بيتكلم على محمد صلاح حساب ميرور على تويتر بيقول أن أمال ليفربول في تجديد عقد صلاح خلال الفترة المقبلة تبدو ضئيلة صلاح ربما قد يوافق على التجديد ولكن بنهاية الموسم المقبل الصحيفة البريطانية قالت أن صلاح وصل لسن الثلاثين وقالت أن صلاح بيمتلك لياقة بدنية وإحصايات رائعة وقبل انضمامه يعني خلال الخمس سنوات اللي فاتت من روما لم يعرف الغياب سوى بدعي الإصابة لكن المشاركة بعدته عن ثلاث مباريات بسبب تعرض الفيروس كورونا يعني كل الأرقام في صالح صلاح لكن وضعه إيه في الفترة اللي جاية فيه تساؤلات كتيرة والناس مش عارفة صلاح مكمل مع ليفربول ولا لا وميرور لما تتكلم على صلاح بالشكل ده شيء إيجابي جدا أن تتكلم عليه بشكل إيجابي تبقى لإحصاياته في الخمس سنين مع ليفربول حساب ليفربول الرسمي وحساب ليفربول على تويتر بيقول أن محمد صلاح أكمل خمس سنوات داخل جدران الأنفلد فاس فيهم بست ألقاب وحطم عدد لا يحصى من الألقام القياسية والجوائز الفردية طيب نروح لحساب بايرني ميونيخ على تويتر واللي قالوا فيها أن ساديو ماني انضم بشكل رسمي إلى الفريق البافاري لمدة ثلاثة مواسم الحساب الرسمي لبايرني ميونيخ نشر تصرحات ساديو ماني واللي قال فيها بعد أن وفق كل الناديين على الانتقال ألسلت رسالة نصية طويلة لأقول وداعا للجميع كانوا حزينين وأنا كنت حزينا لكن هذا الأمر جزء من الحياة دي اللي أعطت على الشاشة هي لتوقيع ساديو ماني مع فريق بايرني ميونيخ وطبعا يعني لغاية عشرين خمسة وعشرين وقاله هو حزين طبعا أنه طرق فريق ليفربول لكن ده شيء لازم أتقبله هي جزء من الحياة أن أنا أنتقل لنادي تاني قال هو بيضحك يعني قال يا إلهي بالتأكيد بوبي فرمينيو ومو محمد صلاح دي أسام الشورة الفرمينيو صلاح يا لهم اللاعبين أعتقد أنه لو توجد أسرار أخرى لأن اللعب إلى جانب هولاء اللاعبين العظماء يجعلني أو يجعل كل شيء أسهل بالنسبة لي أضاف خاصة فرمينيو كان عنصر مهم جدا في المنظومة لأنه كان يتراجع دائما ويفسح المجال لي ولصلاح للهجوم أعتقد أنه كان أمرا لا يصدق سادي وماني هيكون لي مشوار فترة اللي جاية 30 اللي جاية مع فريق بايرني ميونيخ ودي أبرز صفقة تمت خلال فترة الانتقالات الصفية في أوروبا هل في صفقة أخرى الفترة اللي جاية؟ دعني عرفه في الساعات اللي جاية طيب حساب بيفربول وهو بيودع سادي وماني اتكلم على أرقام سادي وماني قبل ما ينتقل لفريق بايرني ميونيخ قال أن سادي وماني لعب 269 مباراة أحرز 120 هدف وعمل أو صنع 38 هدف سانكيو ساديو شكرا ساديو ماني آخر حاجة في الترند العالمي حساب بافي الجول بيكلم على كأس العالم 2022 اللي هيتلعب بعد أقل من خمس شهور تم بيع مليون ومتين ألف تسكرة لمباراة كأس العالم في قطر 2022 رقم كبير جدا ولسه قابل الزيادة خلال الأيام القادمة طيب مشاركات الجمهور على سؤال اللي طرحناها توقعاتهم للنتيجة ومين يحرز الأهداف أستاذ فضل بيقول 2-0 للأهل بإذن الله تاو ورام ربيعة البداية موفقة 2-0 أحمد ده مصطفى بيقول بإذن الله الفوز بس نبدأ المطش من الأول هجوم بتمنى في أسرع وقت نجيب مدرب أجنبي قبل مطش بيراميدز إن شاء الله خلال الساعات اللي جاء والفترة الجاء هيكون فيه مدرب جيد للنادي الأهل بإذن الله أستاذ سامي حمد بيقول إن شاء الله الفوز للأهل 0-3 أستاذ أحمد رجب بيقول 0-2 للأهلي محمد شريف وبيقول أحمد عبدالقادر بس يا أستاذ أحمد عبدالقادر غايب النهاردة بسبب الإصابة فمش هيكون موجود كل التوفيق رب للنادي الأهل في مباراة النهاردة مباراة صعبة محتاجين الثلاث نقاط أما بالنسبة للمدرب أتمنى كل الأهلوية في كل مكان ينتظروا لحين الإعلام بشكل رسمي من النادي الأهلي عن المدرب اللي سيقود الفريق الفترة الجاية لأن بالتأكيد اختيار المدرب مش مرتبط بالقيمة المالية مرتبط كمان بمتابعة المدرب للفريق في الفترة الحالية ومتابعة سيديهاته ومتابعة مباراة على الهواء مباشرة عشان يعرف الفريق الفترة الجاي احتياجاته إيه ولما ينزل الملعب يكون عارف كل شيء عن الفريق من الألف للياء بشكر حضراتكم في ختام الحلقة على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ننتقل الإسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج أل تريند شكرا وإلى اللقاء